المنطقة العربية دخلت مؤخراً في منعرج خطير بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لتعلن عدد من دولها حزمة إجراءات جديدة وتدق في نفس الوقت نقوص الخطر بإمكانية عدم مجارات منظوماتها الصحية لنسق تزايد انتشار الفيروس العراق من أول الدول العربية تضروراً من الفيروس سواء من حيث الإصابات أو الوفيات حيث تم تسجيل أكثر من 467 ألف إصابة في مقاربة الوفيات سقفاً 11 ألف في البلاد وبخصوص الإجراءات الوقائية أكد مسؤول الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة عامر باقر عدم وجود فائدة من فرض حظر التجوال مبيناً أنه لا يؤدي إلى نتائج بسبب عدم الالتزام به إصابات كورونا في المغرب بقيت هي الأخرى عند مستوى مرتفع بعد تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة منذ بداية الجائحة توفي منهم ما يزيد عن 3500 مريض رغم تمديد الحكومة حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من نوفمبر المقبل وهو التمديد السابع منذ مارس الماضي بهدف التصدي لانتشار كورونا الحكومة التونسية أقرت تدابير مشددة جديدة منها الدعوة إلى فرض حظر تجول ليلي في كافة البلاد وتعليق الدروس ومنع التنقل بين الولايات وذلك للحد من انتشار الوباء وحماية منظومتها الصحية بعد بلوغ طاقة استيعاب المستشفيات ضروتها أكثر من 132 ألف إصابة سجلتها قطر توفي منهم 231 مريض الإمارات أيضا ارتفع فيها معدل إصابات كورونا ليتجاوز سقفا 130 ألف حالة في حين سجلت مصر ما يزيد عن 6000 وفات ما أثار مخاوف منظمة الصحة العالمية التي تتوقع انتشارا سريعا للمرض في الأسبوع المقبلة اشتركوا في القناة